تحياتنا لحضراتكم ومشاهدين الأعزاء في حلقة جديدة ومهمة من كلام جديد حلقة 30-6 حلقة الزكريات 8 سنين مروا على ذكرة صورة 30-6 أو صورة الشعب المصري اللي بيها رجع مصر من اختطاف جماعة إرهابية لها زي دلوقتي أو من 8 سنين طبعا كنا عايشين حالة من الرعب حالة من الترقب يا ترى إيه اللي هيحصل النهاردة كده في التاريخ 2-7 ومن 30-6 من بداية ما نزلنا لمدان التحرير وطبعا حضراتكم فاكرين معايا الزكريات من بداية ما أعلننا حملة التمرد وإحنا مش راضيين عن وجود الجماعة دي في السلطة بدأنا 30-6 نزلنا لمدان التحرير وكل ما يدين مصر الشعب المصري أعلنها بيوترين الحقيقة 1-7 و2-7 كنا في انتظار وكنا بننادي باسم الرئيس الحالي وهو الزعيم عبدالفتاح السيسي كلنا كنا بنقول الرئيس من فضلك وكان ساعتها طبعا كلنا عارفين أنه كان وزير الدفاع وكانت بالنسبة لنا هو الأمل الأمل في بكرة الأمل اللي هيرجع لمصر هبتها الأمل اللي هيرجع لمصر الجماعة اللي كانت خطفاها كانت عايزة تودينها إلى نفق مظلم الحقيقة كنا عاديين في الميادين كنا بيتين في الميادين وطبعا زي ما قلت لحضراتكم كنا أعلنها أنها بيوت لنا منتظرين 3-7 منتظرين بيان الخلاص من وزير الدفاع أو من القوى السياسية أو من أي حد كان يقدر في الوقت ده أنه يخلصنا من اللي احنا كنا فيه يطرحنا كنا في إيه؟ كنا في مشاكل؟ أيوة كنا في عذاب؟ أيوة كنا في ضياع مستقبل؟ أيوة كنا في ضياع هيبة؟ أيوة كنا مروعين في بيوتنا ما كناش قادرين نعيش ما كناش قادرين نتكلم كان كل حاجة حوالينا بتختفي الكهرباء اللي دلوقتي هنصدرها كانت زمان بتطقطع بين الساعة والاثنين والثلاثة والاربع ساعات الغاز والبنزين كانت العربيات بتوقف طوابير وما كناش بنعرف يا ترى الغاز والبنزين ده بيروح فيه وغيره لحد ما وصلنا طبعا لللحظة اللي عرفنا فيها إن سلامة الخاطفين قبل المخطفين مهمة لشخص كان بيتولى حكم مصر في الفترة دي نزلنا طبعا ونادينا على زعيم قلنا له إن احنا خايفين خايفين على بلدنا من الجماعة دي يا ترى عمل ايه؟ الحقيقة شال كفه على روحه قدمها للمصريين وقال إنها مش كتير عليهم النهاردة في ذكرى تلاتين ستة ذكرى الثورة العظيمة هنحتفل وهنسترجع مع حضراتكم يا ترى كان الشعب المصري من ثمان سنين في الوقت ده كان عمر ازاي؟ وهنتكلم برضو احنا النهاردة واصلين لفين وعملين ازاي؟ هنتكلم مع ضفنا الكريم والكبير الرجل الوطني الأستاذ الدكتور محمد أبو القاسم أستاذ أمراض النساء والتوليد وعلاج العقم ومفوط حملة دعم مؤسسات الدولة في الفيون خلينا نوجه لحضرتك يا دكتور النهاردة تحية خاصة من كلام جديد ونقول لحضرتك الأول بس تلاتين ستة بالنسبة لحضرتك بتمثل ايه؟ أهلا بحضرتك وزيز صحة كل سنة وكل تلاتين ستة ومصر كلها طيبة هائسها وجيشها وشعبها موضوع تلاتين ستة أعمق بكتير من مجاهد انه هو كان حضرتك صوها او نتكلم عنها انها وقفة لشعب او الموضوع عميق جدا الموضوع بيغيى مجرى التاريخ الموضوع تلاتين ستة مصر مش قليلة مصر محور العالم مصر عندها قناة سويس مكان متوسط في العالم مكان بيشد أطماع كل القوى الكبيرة العظمى اللي على الأرض كل الناس عايزة مصر كل الناس عايزة بتخطب ود مصر عايزة القيادة اللي في مصر تبقى تابعة لها مشكلة مصر ان القيادة بتاعتها دايما عزيزة القيادة بتاعتها مش كيش المصري وقيادته دايما ليه شخصية وليه مصلحة شعبه نعم احنا مصر بلد عايشة طول عمها في عدم انحياز ملايش دعوا بقالة عظمة ومشاكلهم احنا عندنا مصلحة المواطن هي الاساس وده طبعا ادى لخلافات كتير انا 36 اكاد اجزم انها اعظم عمل قام به الشعب المصري في العصر الحديث منذ 73 لغاية منذ العبور لانها تعتبر عبور حضرتك كان اعظم تحدي واجه الامة المصرية هو 36 والامة العربية بس منذ بقاة السنين 36 ان حكم الاخوان واللي حصل في البلد وحضرتك الضياع اللي كنا فيه ده حضرتك لان كانت حروب جيل خامس حضرتك ورهابع وخامس وثالث كانت حاجة جديدة علينا حضرتك هي تفوق في شراصتها لاحتلال لانه العدو الخريجي سهل انك تواجهين العدو حضرتك اللي مش عارفاه كنا نسمع من العمل مش عارفين طه هو حضرتك باسلوب تاني بحيث ان حضرتك تفوق في شراصتها العدو اللي قدامك العدو اللي قدامك بيوحد الشعب العدو الحضرتك اللي مش عارفاه ده حضرتك بيعمل بيفتت الشعب الاحتلال بيوحد شعوب حضرتك فإنما التفكك ده كان هيفك الدول العربية كلها مصر لو وقت كان الدول العربية انتهت للزمن كله الخليج كان انتهى وكانت ايران وتركيا اسموهم وايران وتركيا هم تبعين للصريونية العالمية ما لهمش دعوة خالص ولا كلام بتاعه ده حضرتك بتاعته الكيا انت ما يدخل منها ويطلع منها ما فيش حاجة خالص يعني وقت حضرتك ده بغزة وشعافة جاب مساعدات نزلها في مطار تالي قبيب ومشي ولا حد يسمع عنها حاجة فحضرتك احنا موقنين وكلام السيدة الرئيس حتى اللي قاله ان الشعب الذي يسقط لا تقوم وله قائمة مهة الأخرى خلاص صعب جدا الا لو ربنا سخر له بلد زي مصر فمصر الشعوب اللي وقعت هي ربنا نسخى الله مصر ينريتون تاني فتحية للبطل اللي استطاع يوحد الشعب لانه مش سهل ان حضرتك الناس قلوبها تتوحد على بطل ده مش سهل يا حضرتك من رابع المستحيلات خاصة في العصر الحديث خاصة مع وجود الحرب الجيل الرابع اللي موجود لانه فيه تشتيت خاهجي فيه مصاريف بالمليارات استطاع مع الجيش الصمود والعبوه بمصر فيه اعظم عبوه شاهدوا العالم في العصر الحديث الشعب المصري بوقفته مع قيادته ومع جيشه اثبت انه شعب من حديد هو فعلا شعب من حديد شعب من حديد ما بيلنش صعب يتهزم صعب ان يتهدنين الشعب المصري حضرتك فيه انه صالب ليالين وكيس وفطن ومؤمن الشعب المصري ذكي جدا بيفهم الفلاح المصري من اسكى الشخصيات في العالم الفلاح المصري حتى لو مش متعلم بتلاقيه بالفطة بالفطة هتلاقيه كده هتلاقي حضرتك عندنا موغوص من الحضارة في دمنا موجودة حضارة سبع تلاف سنة الموغوص الحضارة ده مع حضرتك اهوحش وهداء على طول السنين على مختلف العهود احنا عندنا حضرتك البلد هي مغبط الانبياء ومرور الانبياء كانت فيها حضرتك من ايام نبي الله ادريس نبي الله يوسف وموسى وعيسى وهصوح السلام وفتح مصر فحضرتك شاهدت كل العصور كل الحضارات جات هنا واحد الشهداء هم بيحمونا حاليا وبيضللوا علينا لان حضرتك ابناءهم موجودين الاهواح دي هي اللي وقفت حائل عشان ضد سكوت مصر ووقفت معانا في هذا الوقت وقف ربنا معانا عشان نعرف نعدي فتحية للجيش وتحية لخي اجناد الارض هم حضرتك ربنا سخارهم هم اللي نزلوا وهدوا الناس وحضرتك استوعبوا الموضوع وحضرتك عدت الامر على خير وده مهم جدا ان احنا حضرتك الثلاثين يونيو ده عبر بالبلد من تفكيك وتأسيم لأمة عربية قوية مش مجاهد مصر بس لا ده عبر بالأمة العربية كلها من تفكيك وتأسيم لوحدة لحضرتك حضارها لبناء دلوقتي حضرتك احنا بنبني البلد انت حضرتك لو نفكر بس امة عربية قوية وانقذ لعالم العربي والاسلامي نهضة علمية حفاظ على مقدرات الشعوب ايه اللي بيحصل نشوف ليبيا ليبيا هاقسة ما تدخل فيها قال عايز ايه عايز البترول ده ملك للشعب الليبي محدش ياخده خط سات والجفا ده ايه ده بيحمي حضرتك اللي ايه الهلال النفطي في ليبيا ممنوع حد يقرب لهنا ده مقدرات شعب حضرتك الرئيس بيحرص على حضرتك الامن المائي العربي هو مكلف بيه حاليا مش مجهد نهر النيل لا والانهار العائية والانهار السوري رئيس قال في اخر اللقاء معاه ما كان في العلاق قالك الامن القومي الامن المائي العربي مسئولية هنشوفها في خلال الفترة الجاية ان شاء الله وان شاء الله هبنا هيسقها رئيس لحفظ الامن المائي العربي كله مش مجهد مصر فليبيا حضرتك ان شاء الله هفهدنا الخط الاحمر على ان شاء الله على البترون الليبي حضرتك هتخر المرتزقة هيخرجه مش هيعوده حضرتك الشعب الليبي ان شاء الله هيشوف العجب مع الشعب المصري رئيس بيتمنى الخير لشعبه وللأمة العربي وللأمة الاستمارية والعالم كله والأفراكية حضرتك اما نشوف هي شخصية غا عادية اما حضرتك شخص يكون في مقتبل عمره وهنسمع كلام ده النهار ده بيحلم كلنا اما بنحلم في مقتبل عمرنا بنحلم حضرتك ايه انه منصب مال جاه لأ كل احلامه للناس اما يمشي كده كل حلمه مساكن للفقهاء مش هنتكلم في الكلام ده كله ده 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 غا عادي شخصية غا عادية حضرتك شوفنا العهاء وهيتم اعادة ان شاء الله اعماه وهيتم كسر المحتل الايهاني والتوكي زي بالظلط ما فيه خطوط حمرة هنا ان شاء الله قريبا هتطفض خطوط حمرة هناك ومش هيتعدها اهدوغان ولا ايهان باعش باعش لابد ان الشعب العيائي يرجع متوحد تاني حضرتك ده مهم جدا مهم جدا انه مدام بنفوض امانا لله وبنعمل اللي علينا هايش دايما يقول لك بنعمل اللي علينا ونعد لهم ما استطعتم من قوة قالك مش سلاح بس ده سلاح وإيمان وتابية وغذاء وعلم وسحة معاطل فقهاء وعندنا حتى عربيات الشركات الوطنية اللي هي الأمن الغذاء تحية مصر توفير الغذاء للشعب ده حضرتك إحساس بالناس يعني إحساس بالناس مش مهم الدعم أدعي فيها الناس متعرفش أدعي دعم في العربيات دية الناس مش فاهمة ليه علشان ما فيش فقير ينام جعان قدامك أهوة الحاجة هي هي هتتبع في المحل بكذا وعندك قدامك رخيصة متاحة ده واحد بيحس بالناس حضرتك تلاتين ستة ابتدينا تطوير ريف ريف ده حضرتك خط أحمر برضه لأن حضرتك يمثل ستين في المية من الناس أنت لو طوّرت ريف بتاعك علشان كده إحنا هنشوف دلوقتي الناس ما تنبهتش الحاجة الهائيس أما يعمل استعراض لللوادر والعربيات اللي هي بالمعدات اللي هتشتغل في القرى هنشوف هذا الكلام دلوقتي عامله استعراض العربية اللي كان الهائيس بريموها بيها هي نفسها اللي كانت في استتاح القواعد العسكرية هي نفسها حضرتك ده معناه مروع عسكري أنه حضرتك زي بالضبط القوات العسكرية موجودة مصطفى الجنود هم العمال وحضرتك اللي معاه فيه رئيس الوضاء ووزير الدفاع أنه الجيش المصري حضرتك مسؤول عن إعادة هذا الإعمار ولازم يتم عن قصد التطوير الريف لأن التطوير الريف ده ليه مغزى رهيب أنه بتنقلي مصر الحاجة تانية خالص مش ممكن 60% من الشعب يفضل في الجهل والفقه ده مش ممكن حضرتك 60% من الشعب تبقى حضرتك حضرنا للإعهاب وحضرتك للجهل لازم الإعهاب دي تتفتح حضرتك لازم فيها طهق لازم تطوير ويقول لك اللي هايس دول أولادي وإخواتي لازم يكونوا رظيم ومبسطين ما شفناش الكلام ده قبل كده وما شفناش الفكر ده قبل كده هنشوف إن شاء الله هنتكلم عن الكلام ده كله النهار ده ونشوف تطويره ده ماذا يعني للمواطن المصري محد الشيء الهم المواطن المصري مع تكلفة الباهظة وهيس كمان معلش هنستمك الأحداث بس هنتكلم عن ده كله قال لك بالنسبة الجمعيات بتاعت حضرتك حقوق الإنسان ومش عاية في إيه ومش عاية في إيه قال لهم إحنا بنتوى هيفا هوت أنا هوصل حضرتك صحف صحي مية حضرتك كهربة هناصف الطق في خمسمائة ألف وحدة حضرتك ده عبوه ولا مش عبوه لناس محتاجة مش قادة تبنيها مش مبنية لا طريق بالمواطن المصري هنهد البيوت دي وهنبنيها على حسابنا ليهم وحضرتك هنكفل للمواطن احتياجات وضع اثنين تلاتة بحيث انه يبقى توسع حضرتك هاقسي مش هيمتد على سطح مش هيحصل اعتداء تاني على الأهاضي الزهرية طيب الكلام ده عايز فلوس احنا موفين ستمائة مليار جنيه طيب حضرتك دي مش حقوق انسان حقوق انسان او مش حقوق انسان حنكشف الجامعيات دي امام العالم كله امام المشعب المصري انه حضرتك وقت محقوق الانسان فعلا المواطن انه يعيش انه يأكل انه يتبني له بيت انه حضرتك محاها وطلق للبيت نجيب له اجهزة كهربائية فين الفلوس بتاعت حقوق الجامعيات الحقوقية دي مليارات الضلاغات اللي اتصرفت قبل كده بس بتصرف امتى في وقوع الشعب في سقوط الشعب في سقوط الدول هي دي بتصرف بس وتطلع انما وقت اعمار الشعوب وحضرتك توفير الغذاء توفير حضرتك المنزل توفير العلم المدهسة ان احنا نعمر المدهس حضرتك ان احنا نصلح المستشفيات ان احنا بنعمل عبوره في 36 ده لمجتمع جديد مجتمع متطور ما تلاقيش حد يبقى احنا كشفناهم قدام العلم كله وبنقول قدام العلم قدام المصريين كلهم انه الجامعيات ديك لو مساعدتش ومساعدتش في هذا وامولت بتحيا مصر رئيس ما بيطلبش حاجة نفسه بيقولك حط بتحيا مصر وصرف على الدولة هو مش بتحيا مصر ده حضرتك صندوق حضرتك بيتحاسب وفيه رقابة ايدي احنا شايفانها دلوقتي حضرتك عاملة ايه وحضرتك رئيس بيقولك اي مشروع بيتفتح لازم تقريم رقابة ايدي قبل ما هيس يروح حضرتك بيبقى متعين كل حاجة ومتضبط كل حاجة وكل حاجة مضبوطة لا يسمح بهفوة فحضرتك الكلام ده عمره متعامل اما نشوف رئيس بينادي بالعلم بينادي بالعلم ازاي قالك علاج اطفال مصر حضرتك فيه حالات اللي هي حضرتك المصر ديستروفيدية حضرتك حالات دمور العضلات فيه حضرتك تساحتاشر حالة رئيسية موجودة في العالم اللي موجود لها الكتير عندنا شوي الكواشف بتاعتها وزيرة الصحة هنشوف ده اعجاز انه الرئيس اما بتوفيرهم لا توفير الكواشف فزي حضرتك كشف السمع عند الصغار عند الموليد حيتم حضرتك الكشف عن الأمهات دي في الصغار خالص لان فيه حاجة سميجين صغر بالوقت العلاج بالجينات حاجة أدوية جديدة حضرتك موجودة بتعالج الأولاد دول في أول ستة شهور أول سنة بتجيب نتائج حلوة أول فهيس لأول مهر في التهيخ يحصل في العالم كله انه حضرتك بيك تكفل بعلاج مصر تتكفل بعلاج الأطفال دول تلاتة مليون دولار للحالة أما نعرف أنه العشرة أطفال بات يتكلفوا قد إيه يتكلفوا نص مليار جنيه مليار مليار جنيه يعني حضرتك الحالة تتكلف تلاتين مليون دولار هرائيس إيه لا ده بيحلم بيحلم بإيه يعني حلم أمنية أمنية هرائيس لإيه توفير العلاج ده للمواطن لأنه بيحتبوهم أولاده فبيقولك أنا لازم أوفق العلاج ده الأولادي كلنا لنا زروف شخصية وفيه أطفال ماتت ملقناش حد يقولك أنا هوفق العلاج لحد فحضرتك ده موجود حضرتك مصانع للقاح كورونا موجودة حضرتك مصانع لمشتقات مشتقات البلازمة مشتقات البلازمة هرائيس بيقولك من وانا وزير الدفاع بحلم الألبيومي إحنا عارفين حالات الكبد والاستسأة وكلام ده بيبقوا عايزين ألبيومي فحضرتك بس يعني حضرتك اللي عنده مشكلة زي كده وشايف أنه كل يوم يشترق زيزتين ألبيومي وغالي جدا ويروح يدوّروا عليهم ومش موجودين في السوق وكلونا مستوى هذا طيب لأ أنا عايز أوفقهم هنا في مصر ويقولك إيه مش لمصر بس بيقولك لا ده للبلاد العربية وللإيه والبلاد الأفريقية كمان هنبتدي حملة لجمع البلازمة والمصانع هتشتغل معنا النهو بتاعها صعب جدا حتى الشركات الأجنبية أما بتلاقي رئيس الدولة حضرتك كل غايته وكل حال إنه عايز الدولة خيصة عشان يعالج الناس مش عشان حضرتك يعالج سين وعين لأ ده المواطن البسيط خالص هو عايز يعالجه مش لحد معين فنفسه عساء الشركة الوزير الصحة قالت إنه أما عرفوا إنه القيادة السياسية بتاعت مص ده أملها وإنها بتوفى يعني بيساهموا وبيعالجوا بيقولوا لأ إحنا هنساهم مع حضرك إحنا هنشوف هنوفر العلاج هنبتدي حاضر نشوف الأسعار ممكن يبتدي يتصنع العلاجات دي في مصر نفسها ده حضرتك حاجة مش طبيعية حاجة هجل يخافها بنا وهنشوف إن هذا مواقف لهائيس وهنستمتع باحتفال 30-6 بنقول للشعب مبروك عليك هائيس أكتر كمان من 30-6 إحنا مبروك علينا نحافظ عليه وندعيله علشان هو بيدعيلنا عما حضرك هائيس بيقف يدعيل شعبه هو مطالب إيه إحنا كلنا يعني كلنا فلاحين بنفهم الأصول فحضرك هائيس بيدعيلك تعملي إيه توديله الهدية ادعيله ادعيله عشان هببنا يوفقه وإما هببنا هيوفقه هيعود عليك بالخير صحيح طيب خلينا بعد كلام حضرتك ده نشوف مع حضرتك كلمة السيد الرئيس في احتفالية أو بمناسبة 30-6 ونرجع نكمل كلامنا مع حضرتك ونستعرض المواقف ونستعرض الحالة اللي وصلت ليها مصر من التطور والإنجاز خلينا نشوف مع حضرتك ونرجع نكمل كلامنا نعم دائما تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر الحقيقة السيد الرئيس واجه بوست على الفيسبوك بمناسبة ذكرى 30 من يونيو وكتب فيه وقال لم تكن ثورة 30 من يونيو مجرد لحظة عابرة عبر فيها المصريون أو عبر فيها المصريون عن غضب أو صخت أو انتعاض بل كانت أرقى صيحات التعبير عن أقوى السوابط المصرية وأشدها رسوخا وأكسرها نبلا وهي الانتماء للوطن والولاء للأرض إننا وإذ نحتفل اليوم بالذكرى السامنة لصورتنا المجيدة أتوجه برسالة غالية إلى كل من ضحها إلى كل من ضحها وقدم روحه سمنا لرفض التطرف والإرهاب وأقول لهم لن ننساكم أنتم في قلوبنا نفخر بكم وننحني إجلالا لأرواحكم الطاهرة كما أتوجه بتحية تقدير وإجلال لشعب مصر العظيم الذي أثبت للعالم كله إنه الشعب الأكثر صبرا والأصدق عزما والأشد يقينا بدولته ومؤسساته الوطنية وها هو يثبت للعالم كله صحة اختياراته مقدما على إعلان أو مقدما على إعلان الجمهورية الجديدة بتحمله وصبره وقدرته على صنع المستحيل وهزيمة التحدي حافظ الله مصر وشعبها إلى يوم الدين دي الحقيقة الكلمات اللي وجهها سيد الرئيس على الفيسبوك وعلى طبعا ومستجامه على تويتر الشعب المصري في 30 يونيو بالإضافة طبعا إلى التحية اللي وجهها والرسالة اللي وجهها للشعب المصري بالمناسبة ذكرى 30 يونيو العظيمة دكتور كلمة الرئيس كلمة للشعب المصري طالف فيها إن احنا نستمر على العمل عشان نحقق بلدنا بتتمنى والشعب المصري بيتمنى حافظ الله مصر وإن شاء الله وتحية مصر وهقيس الحقيقة عاهف قيمة 306 كهاجر مخابرات عاهف هي اتعاملت ازاي والتمن الغالي اللي اتدفع عشان نوصل للمحالة دي وعاهف ايه التوابع بتاعها وعاهف ايه المسئولية بتاعتها 306 مش مجاهد حدث لكنه مسئولية مسئولية بتقع على عاطق هائس المصري الجيش المصري والمواطن المصري مسئولية مش طاقة للانطلاق بالعالم العاب اللي اتعاهد لفتن وحروب خبيثة من قوى صهيونية عالمية وحضرتك اتوفى لهذه الحروب الخبيثة مئات المليهات من الضلغات انفاق غير عادي حضرتك علشان يؤدي الى هدم هذه الدول العربية كلها ولكن ربنا انقذ مصر هنشوق علشان كده قيمة الصوهادية قيمة 306 هائس قالك الزقة الخالدة اللي هي استعادت بها مصر هويتها الوطنية الهوية الوطنية دي مهمة جدا وهنتعلم دلوقتي منها هايس بعد شوية يعني ايه الهوية الوطنية هنتعلم انه من حديثه وهضه على سؤال في المؤتمر الشباب عن فتاة قادية هنفهم يعني ايه هوية الوطنية قال هايس ان الهوية لا يمكن ان تمحى ما ينفعش تمحيها لكن الوطن الاهم حضرتك هوية اجزام انت عايزة فعشان كده عندنا في مصر احنا كلنا واحد نسيج واحد ما تعرفيش ده ايه ولا ده ايه وده ايه احنا دي مهم جدا عشان كده عندنا مبدأ المواطنة في مصر تم تعظيمه وتم عايته واحتهامه والدفاع عنه بكل غالي ونفيس لانه هو مبدأ المواطنة ده هو اللي بنعيش بسطة ربنا وفي ظل هذا المبدأ الاراضة بتاع الشعب المصري من موهيس موهيسه الحضارية الشعب المصري الحضارة بتجري في دمه هو شعب متحدر مهما ملعيش دعوة الحضارة بظروف الاقتصادية حضرتك مهما كان مستوى الاقتصاد لأي فض لكن الحضارة عنده عنده في موهوسه وفي دمه ودي ولا تلين ولا يمكن كساها عشان كده الشعب المصري غير قابل للكسر غير قابل للانكسار تلاتين ستة اظهرت للعاني بقدرة الشعب المصري على تجاوز ما يتعهد لهم من تحديات التحديات كانت كبيرة جدا نجح الشعب المصري بجيشه وموطنية وسطه هبنا دايما هبنا كان معانا من التغلب على الاههاب وعلى الفوضى حديث اصلاح اقتصادي كان نتيجة من نتيج تلاتين ستة اللي احنا مكناش عايفين نعمله بقالنا سنين واعواب حديث بقالنا مئة سنة مش عايفين نعمل اصلاح اقتصاد فحديث اتعامل لاصلاح الاقتصاد وبقى حديث دلوقتي فيه حوارية اقتصاد وده اللي عامل دعم اللي حديث للحكومة بحيث انها بتقدر تعمل حديث رفاهية جيت بقى الوقت بتاع رفاهية المواطن اننا هنشوف القوة نشوف ستين في المية من الناس عايشين ازاي الكهابة المية ماينفعش والخطة حتى الهائس بيقولك ايه مفيش حاجة عندي اسمها خطة خمسينية خطة بعينية خطة عشرة خطة خمسة عندي الخطة سنة اثنين مفيش ما نلحقش حتى هم بيعملوها سنة اثنين وفجأة تلاقي الموضوع خلص فده ايه هائس بيتابع كل يوم حديث فانا عملتوا ان بها عملتوا ان هذا طيب لازم المشايخ بناء وطن عصري متقدم وحديث اعادة بناء القوات المسلحة بقى احدث ما وصل الى العالم ده كان تحدي وخطة احمر تحدينا وتخطنا ما بين مناش عايز بيقولك انا ما بخافش من حد ما بخافش اللي من ربنا وده اللي حصل كل العالم عايد قوة هذا الشخص قوة هذا الشخص غير عادية حادثك رئيس المصري حدثك راح العهاء ونزل العهاء ومشي في العهاء في موكب وراح حدثك رئيسة الوزع في هذا الوقت قبل وعلى طول كان الحجد الشعبي عامل حدثك تدريبات وتماينات ده بيؤدي الى قوة المخابرات المصريية قوة المخابرات العهائية اتباطهم ببعض هنفهم الكلام ده بعد شوية وهنعرف ازاي ازاي ده تمكننا منه تمكننا منه حادثك الكيش المصري بيملك قوة هضع لا يستهم بها هرئيس عبا عن ذلك وقال عندنا قوة هضع سنحمل خليج محدش هيقضى يقهض من خليج محدش هيقضى يقهض من مقدهات الامة العربية الامة العربية مقدهتها ملك الامة العربية ملك الشعوبها وملك الامة العربية ما ينفعش حادثك تيجي تضمى ام عربية تضمى الشعوب منطقة ما ينفعش مش هنسمح لك بذلك تعزيز قيم العلم الحديث وتطبيقه في حياتنا هرئيس بيحترم العلم والعلماء حادثك وبيلتزم بالمصاري العلمي في علاج الازمات هرئيس كل حاجة هرئيس كما تعودي تسمع هرئيس وهنشوف دلوقتي في الموضوع بتاع المشتقات البلازمة والكلام ده هرئيس بتسمعي العالم انا مفيش حد عادي هتعرف يستوعب هذا الكلام ويتكلم عنه ويعالجه حادثك ده شخصية ربنا ضايق بصيرته لانه حادثك احنا يعني حادثك احنا بنقعد نتعلم منه فده حادثك ده فعلا فعلا هو قائد هذه الامة وزعيمها وحادثك يعني ربنا مسخاهه في هذا الوقت لينهض بالامة علميا واقتصاديا وحادثك قوات مسلحة على كامل المجالات اي مجال حادثك بتوعدي معه هايس او تستمعي له وتتعلمه منه وده حادثك بيؤدي الى انه ايه انه شخصية ربنا واقف معها ربنا بيضيق بصيرته ربنا بيسهله الامور ده مهم جدا وليه لانه هو عايز مصلحة المواطن هاجل بيسعى لمصلحة الناس لازم ربنا يقف معه فده مهم جدا بنبني المستقبل لتكون عظمة عظمة وحضارة مصر لا تقل عن ماضيها قالك ما ينفحش يبقى دلوقتي احنا في سنة كام وعظمة وحضارة مصر اقل من قبل كده لازم نسبق الماضي وقالك لتتناسب كمان مع عظمة وقوة واقراضة شعبها في 36 الشعب المصري ضحها في 36 صحيح مش قد تضحيطها لكنه ضحها ووقف ونزل حضارك لازم المستقبل مصر يتناسب مع هذه التضحيات تمام فقالك مهما والتحديات كانت عظيمة وكل ما زادت التحديات هتزيد النتائج وتزيد عظمة النتائج قالك قبل كده احنا بنسابق الزمن ما كناش فاهمين ان سابق الزمن يعني ايه قدينا شايفين حضرتك التحركات العسكرية العالمية اه وكل اللي اتحذرنا منه حضرتك قديم موجود حضرتك شايفين حضرتك المشكلة في البحر الاسود شايفين حضرتك المناوهات بتاعت روسيا في المتوسط اه القرى العظمة حضرتك بتتنافس على المكان بتاعتها في العالم اه وهنتناقش هذا الموضوع وهنشوف القرى الرهيبة بتاعت روسيا والصين وامريكا والحلف الناتو وبنقول انه حضرتك الحرب العالمية ممكن تحصل في اي وقت اه يعني بنتمنى من الله العقل عشان حضرتك دي قوة نووية خطيئة ما ينفعش فيها تندق حضرتك لو في اي وقت الصهيونية العالمية ممكن تلعب في هذا الموضوع وتشعل الحرب دايما حصل في الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية التانية حضرتك بتبقى حاجة بسيطة وتؤدي الى ضمار اه يعني ربنا يصطوها وتعدى على خير اه اه فاحنا عشان كده رئيس قالك دايما ما عندناش وقت 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 لازم نقفل نحمي بلدنا نوفى لها اسلاحها حضرتك احنا نقف على عدم الحياة ولكن مؤمنين بلدنا وحدش يقضي اهب مننا لان اللي هي اهب مننا هيتشال من على وش الآد صحيح وقال تحية من القرب لكل مصري ومصرية على وعيكم الحقيقي لمتطلبات وطنكم لتثبتوا المثل والقدوة حكمة وعبقية هذا الشعب الكريم ده حضرتك كلها بحضرتك عائل الرئيس يعرف قيمة هذا الشعب وقيمة المواطن المصري فبيمدح فيك صحيح وقالك ان شاء الله مصري هتبقى قد الدنيا وهتبقى كل الدنيا وتحية مصر وتحية مصر وتحية مصر بنقول له هايس كل عام وانت طيب ربنا يحفظك ويحفظك لمصر وبنقول له احنا متشكرين على اللي بتعمله ده كله حضرتك اي حاجة نقدر نشكرك بيها ما نقدرش نوفي مش حضرتك رحلة حضرتك للعراق رحلة حضرتك للعراق دي حضرتك حضرتك يعني ايه اللي يفهم هذا الموضوع واللي يفهم المخاطرة دي بيقول له هايس شكرا يا هايس انت مدى حبك للمواطن المصري والمواطن الهائي اكتر من مدى حبك لنفسك يعني انت حضرتك فهنقول له ايه اكتر ان ربنا يحميه باذن الله وهنكمل مع بعض ان شاء الله طيب خلينا كمان نتوجه بالشكر طبعا والتقدير والتحية وتحية اجلال وتقدير واعتزاز لشريكة السيد الرئيس قاريناتو السيدة انتصار السيسي في اليوم ده بالذات لانها هي كمان كانت الجزء الاهم طبعا في انها قدمت بطل وكان الخطر عليه لانه اكتر واحد ظهر في الصورة وتحمل المسئولية ومش بس قدام الشعب المصري ده قدام العالم كله ووقف بشعبه للعالم كله وقال ان مصر خطة احمر والله هيقرب لها هشيله من فوق وش الارد شيلت تعالوا نشوف السيدة انتصار السيسي في ذكره 30 يونيو خلينا نشوف ونرجع نكمل مع حضراتكم الحقيقة شوفنا مع حضراتكم الفيديو اللي فات الفيديو مهم جدا يعني لقطات ومواقف من حياة السيد الرئيس وكانت بتتكلم عنها سيدة انتصار السيسي والحقيقة لما بنفتكر بقى حضراتكم وبنراجع وبنشوف المواقف دي او اللقاءات اللي تمت مع السيدة انتصار السيسي او مع السيد الرئيس بنشوف قد ايه هو انسان في المقام الاول ايوه هو يعني في حب مصر وفي مصلحة مصر ما عندوش يعني بالبلد كده يامر حمينو وقال الجملة الشهيرة اللي هيقرب لها هشيله من فوق وش الارض ده ما يمنعش انه برضو انسان في المقام الاول ايه الحياة دكتور احنا الفيديو ده مهم جدا جدا شوفنا تجميع تلقاءات للسيدة انتصار وسيد الرئيس السيسي اه ولكن انا كنت اريس اسأل حضرتك يا ترى السيدة انتصار السيسي بتمثل في 30 يونيو ايه 3 ايه السيدة الاولى اهصلت تحياتها للشعب النصري بنسبة 30 يونيو نعم وتمنت له دوام التوفيق وليزبهرها بنقول لها كل عام حضرتك بخير وبنوجه لها التحية والشك على موقفها في ثلاثين يونيو فدا مهم جدا ان احنا نعرف انها اتحملت ماء لا يطيقه بشر في ثلاثين يونيو هي قالت اما سألتها الاستاذة اسعاد يونيو اصعب يوم ماها عليك ايه ما هي فجأت بالاجابة ثلاثين يونيو الناس كلها كانت فرحانة علشان تم ادالة حكم الاخوان وانهم خلصوا من هذه الغمة وانهم مصر بالفتن اللي فيها تنتهي وانهم الجيش اللي بيحبوه هو اللي بتابق متواجد وان شاء الله كل الامور هتتصلح وانهم حبيبك هائيس عفتاح السيسي بقى موجود معانا وانحنا ان شاء الله هيحقق كل اللي احنا كنا بنحلم بيه فانما انا كنت خايفة انا كأم وكزوجة خايفة فطبعا خايفة على زوج حضرك نادر حضرك ما فيه ازاي يعني فعلا هو انسان كريم وانسان عصير وانسان عطوف كانسان كشخصية فعلا فعلا يتخاف عليه يعني فعلا وخايفة طبعا على بيتها واولادها كأي سيدة فحضرك دي سيدة عظيمة من عظيمات مصر وهي عظيمة مصر يعني احنا نقول عليها حضرك هي عظيمة مصر لان هي فعلا هايس بيقول لسيدات مصر انتم عظيمات مصر وهي عظيمة مصر فده اول حاجة بنتكلم على احنا هناجح تاني للسيدة انتصار ونتكلم عنها انا عايز بس المواقف اللي كانت موجودة نشوفها كده حاجة حاجة ونتكلم عنها بنشوفها هايس مثلا مثال الهجل الوطني المتدين احنا بلد متدينة احنا بلد حضرتك نعرف ربنا سواء مسلمين سواء مسيحيين احنا لينا دين ولينا نعرف انه ربنا موجود احنا ما بنزنق بندعو ربنا نقول يا رب سهل لنا يا رب كايمنا فحضرتك بنشوف هايس بيتجهد من كل قوة ومن كل حول ليه رئيس مصر حضرتك لا حول ولا قوة إلا بالله فحضرتك بينسب الفضل كله لله حضرتك ده بيشكر هبنا على فضله وعلى نعمه فبيقول الشكر والحمد لله وحده على دعمه وسطه وعطفه وقاهمه ونصه وعحمته بنا لألزم تعرفه ان احنا ماشيين بقاهم هبنا وبفضله بس احنا ماشيين بفضل هبنا انا لي الشاف ان اقول هذا الكلام ان اقول الفضل لله وحده انه الفضل كله لهبنا انا ما عملتش حاجة كل اللي حصل ده بيضه هبنا وتوفيقه هبنا هبنا هو اللي واقف معانا هبنا هو اللي صخر لنا هبنا هو اللي هزقنا هبنا هو اللي ادينا هبنا هو اللي خلانا حضرك واقفين وقاضين على الارهاب هبنا اللي واقف مع الجيش وحضرك صبه اهل الشهداء وحضرك هبنا يعوضهم خير هبنا اللي واقف مع مصر فقالك هبنا بدعوا هبنا الكلام بتاع الرئيس الحقيقة اي حد بيخاف هبنا وبيفهم الكلام وبنقول للناس يا جماعة لازم تسمع الكلام بتاع انا رئيس طبعا انا قصدي كإنسان راجل ده وحضرك تستوعبه الكلام مبيتخدش كده احنا معلش الشباب حتى الصغية يعني لو باباك ما قالكش هذا الكلام لازم تسمعه اسمع هذا الكلام يقولك انا ليه شاف ان اقول ان الفضل كله لله ادعو ربنا انه ما يحرمنيش من فضل شكر ايه ده يعني حضرك انه بيدعو ربنا انه ما يحرموش حضرك انه يفضل يشكر ربنا لانه عبادة الشكر لله ده اسم عبادة عبادة الحمد حضرك احنا كلنا سيدنا آدم اول كلمة اول كلمة اول ما تنفخت فيه روح قالك ايه الحمد لله فحضرك ده مهمة فعشان كده اما بنعتص بنقول الحمد لله سنة عن سيدنا آدم فكلمة الحمد هي اعلى اعلى عبادة الشكر لله لانك حضرك بترجع الفضل لله ويقول ماشيين بقام الله اللهم لك الحمد حتى تعرض ما شفتش ما شفتش حد حاكم قبل كده حكم مصر ده حكم حاجة كبيرة وحضرك اتلاق كبير وليه مسئولياته وحضرك وحضرك الشخص اللي بيبقى في هذا المكان حضرك بيهز العالم كله فحضرك اما تبقى في هذا المكان وتوقف قدام الناس كلها وتقولي الفضل لله وحده القاهم لله وحده المنة لله وحده ربنا حينصرك بإذن الله ومحدش مفيش ضرع هيطولك وهيعزس ملكك وحكمك وهيقيدك وهينصرك ومحدش يقدر يعملك حاجة ولا جيشك حد يقدر يجيله ولا شعبك وحضرك الأمارة تروح وكل حاجة تروح لان حضرك بترجع الفضل كله لهب هذا الكلام كمان بنشوف ان حضرتك ان دعاء الحاكم الحاكم لشعبه اما تفتحي حتى الفقر كده وتشوفي ما فيش دعاء الحاكم لشعبه ما شفنهاش قبل كده يعني دايما الشعب يحدعو للحاكم بتشوفي انه ايه ان احنا مؤمورين لنفسيات الجمعة ندعو للحاكم انه ما شفناش ان الحاكم بيحصن شعبه بيدعو لشعبه ده حضرتك هاجو الكاين ونحسابه على خير وربنا واقف معاه قالك يعني ده مهم جدا فربنا هينصوه بإذنه وبفضله وهيعز مصر لي وان شاء الله يعلو شأنه وشأن مصر بإذن الله فعهده وهنحوض كل السنين اللي فاتت بإذن الله فعهده وده ربنا يبهكله وبنقوله احنا وهاك واحنا فضهاك والشعب المصري بيحبك وكل الناس شعب مصر متدينة ومصر تعرف ربنا فحضرتك بمسحيها بمسلميها بيعهفوا ربنا وبيعهفوا قيمة الكلام اللي حضرتك بتقوله تاني حاجة احنا بنسمع لسيدة صاح حاجة الحقيقة انها سيدة بتحكي وبتقول انه الانسان دوت بتقولك حلمه حلمه هايس تحقق انا قال لي على حاجات كتيرة بشوفه دلوقتي بيحققها ايه الاحلام بقى بتاعة الهائيس قالت كانت امنية الهائيس في مقتبل العمر يقول لها انا نفسي الناس دي ما تعيش كده قالت له يعني هتبني لهم عماها يعني هي يعني عماها نعملها يعني حضرتك يعني هائيس ابتدى ظابط في الجيش المصري صغير فهي يعني ايه قالت له يعني انت عايز تعمل الحاجة اللي لا تعمل عماها يعني هتبني لهم عماها فهي عافة انه هو خية انه فعلا ممكن يبني عماها ويسكنها للناس قال لها لا مش كده اكبر فانا عايز اعمل يعني حاجة كبيرة هتتعمل للناس فكان حلمه مساعدة فقهاء تطوير عشوائيات ايواء فقهاء توفير غذاء حضرتك عزة العرب بقوة الجيش هجوع الامة العهبية ام عظيمة يشالها بالبنان نهضة علمية دي احلامه هو دي اللي عايزها فربنا ان شاء الله بينصوه وبنقول لها لقائز الحمد لله حلمك ما بقاش حضرتك عماها ما بقاش مجمع سكني لا ده بقى حضرتك مجمعات سكنية في كل حتة الاصمهات وفيسكندهية بشاير خير وفي كل حتة حضرتك بتعمل حضرتك مجمع سكني وحضرتك حتى اما راح يجدد بشاير خير فيسكندهية يعمل بشاير قال لهم ده حلمي حلمي انا نده انا نده النده ده انه انا لو ادرت هعمل الكلام ده فده حضرتك خطة احمر بالنسبة له عيس وجود اي مواطن متضاهر مش عارف يعيش في الوقت ده قال لك اي حد حضرتك علاج بيكفله ما بي نيمش ام زعلان 3 مليون دولار هتجيب من 3 مليون دولار ايه 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 ده يعني 48 مليون جنيه مصري صح لا موجودة حضرتك ما تقلقيش يا ستي هنعالجها لك وهتتعالج ومش هتتعالج كمان بها لا ده جاب لها العلاج مصري يعني حضرتك مش هناخدها نعجها بها لا ده جاب لها العلاج مصري كمان ده ده اول حاجة تاني حاجة حضرتك بنلاحظ ب нужен السيدة الأولى سيدة عظيمة متدينة بتفهم هذه اللغة اللغة بتاعتها رئيس لغة صعبة مايفهمهاش يعني لازم حضرتك تتعمق فيها فقالت ان حضرتك أما أما حضرتك موقف صعب كلنا بموقف صعبة رئيس بيقول لها ايه أما بتتعهد لموقف صعب ومشكلة بيفكرت نعم ربنا بيقول لها افتكها نعمة ربنا حضرتك بيعالج المشكلة ازاي أما بتتدايق ويبقى عندهم مشكلة وعندهم مشكلة خطيرة تذكر نعم ربنا علينا فقالت يعني نفكر في ربنا يعني حضرتك ده بيخفف علينا الأحمال ويخفف علينا الأعباء وحضرتك يعني بندع ربنا ما شاء الله لك هو تألم بيت مصري كريم سيدة كريمة مايفهمهاش مايفهمش هذا الكلام إلا أولاد الأصول مش العالم حضرتك اللي بيتكال الأشخاص المبتزلة الأشخاص الحقيقة زي محمد علي وكلامه انت ما تفهمش لأن انت ما شفتش عظيمات زي دول هم دول عظيمات مصر هي دي السيدة الأولى سيدة مصر حقيقة هم دول الناس المحتامة المتدينة اللي ليه هادين بتخفف من أهبنا انت حضرتك هيجي يوم هيجي يوم وهيطرد زي بتاع زي اللي عندها دغان كل يوم يشوف كده الصبح هايس حيادة طب يمنعوهم بالليل هايس حيادة طب هجعوهم حطوهم في الدم الهوى طب طلعوهم تاني دي زلهم هانة وانت هيجي عليك اليوم الأسيادك اللي مشغالينك يا عبد الدلاء هتشوف سوءة أعمالك وهتشوف كلامك هيتقطع لسانك هنا ان شاء الله أما نجيبك في مصر ونقطع حولك بإذن الله في ميدان عام علشان تعرف تتكلم على سيدات مصر وعلى عظماء مصر وعلى الناس المتدينة المحتامة اللي هي أما بتزنق في موقف بتقولك ايه أنا بدعو ربنا طب عايزين ايه تاني الكلام ده حضرتك متأكد انه الفلاحين في مصر ستين في المية حضرتك الناس حضرتك هما البسيطة هما اللي يفهموا هذا الكلام أولاد حضرتك الأحياء أولاد الأحياء الشعبية أولاد مصر الجيش المصري كل الجنود بتوقعه كلهم حضرتك مننا من بيوتنا هيفهم الكلام ده ويستوعبه ويفهم يعني ايه أما بنزنق ويبقى عندنا مشاكل بقول له هايز عندنا مشكلة كذا كذا يقول له افتكر نعم عربنا علينا هتتعالج المشكلة طبق ده ده حاجة فما شفتش الحقيقة على ماهو العصور حد ما بيتكلم ما بيتكلمش اللي بشكر ربنا يقول له كل علاج المشاكل شكر ربنا ان افتكر نعمه علينا فده حاجة تالت حاجة بتقول لها السيدة إسعاد بتقول حق انه حضرتك تمكين المرأة سيادتك شهيك فيه مظاهر التمكين والتوجيه لتمكين المرأة فعلا هي فعلا شهيك لذلك لانها ما شفناش قبل وجود سيدة انتصار هذا الكلام فقالت لها اه اه يعني انا كسيدة مصرية فخوها جدا بتمكين المرأة فخوها بتمن حقائق وزهية المرأة وعندنا الوزيرات الحقيقة يشار لهم بالبناء الحقيقة قدوة والحقيقة حتى وزيرة الصح حضرتك الانسانة حضرتك في حضرتك الشغل بتاعها حضرتك نفتخر بيها كأطباء وحضرتك ده كميل جدا كفاية موقفها حضرتك رئيس روحي سويسا اتفق مع الشركة وتعالي وشوفي وتؤدي مهمها بنجاح أحسن من أي حد ففخرين بيها الحقيقة وفخرين بالوزهات بتعادنا فخرين برضو بتسعين مقعد بالبرلمان كلها الحقيقة سيدات مشاهفات وبنشوف المجهود بتاعهم في البرلمان فقالت فخرها وسعيدة بالتغيير فرحانة ان المرأة بتدت يحصلها تمكين في مصر فقالت أراهم على وعي المرأة فهي تعلم ما يجب أن تقوم به في هذه المرحلة الدقيقة يعني ايه الكلام ده يعني حضرتك فعايزين مجهودها في بيتها كمان عايزينها ولادها الشباب توعيهم تفاهم اخوتها ولادها ايه هي المرحلة دية تفاهمهم ايه اللي بيحصل تفاهمهم يعني ايه التغيير الاقتصادي اللي بيحصل تفاهمهم يعني ايه اهمية العلم ناخد بيه اهمية الجائحة بتاعت كورونا انها تضع عملة ضغط نفاهمهم هذا الكلام فقالت أتمنى لكل سيدة مصرية ان تحقق ذاتها وتكون فخرا لوطنها وحضرتك احنا بنفتخر بحضرتك بعضو وحضرتك فخر لينا يعني حضرتك كسيدة أولى لينا احنا بنفتخر بيك انت فخر الوطن فعلا وجميع السيدات مصر الحياة بنفتخر بيهم ونفخر الوطن يعني عائز أصدقاء بنجعل عام 2017 عاما للماء لتستهد كامل حقوقها ويتم تمكينها اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا الكلم ده السيدة القولة قالته وما معناه ان هي حضرتك كان ليها هي شريك أساسي في هذه القهات المصرية بالنسبة للماء وبتقول انه هائيس انا بتفسى اهتمامها هائيس بالماء قالت هو ممكن عشان يعني الحمد لله عبد العالمين وكل عوزه بالفرق يعني انها قصها نكحة حضرتك انه حضرتك انه والدته كانت حضرتك برضه قصها نكحة فقالت هو عشان كده حضرتك عايز النموذج ده فعشان كده هو عطاء وحضرتك بيحب تمكين الماء قالت الموضوع مش كده مش كده بس قالت الموضوع مش كده بس الموضوع انه هو بنشوف النموذج بتاع الماء في قدامنا في حياتنا فكنا شايفينها مكتهدة وعطاء وبتحرم نفسها من حاجات كتير من اجل ولادها هي دي صورة الماء المصرية في عين رئيس الجمهة فعلشان كده حضرتك هو بيحتهمها ويوقعها وبيحب يمكنها ويؤتيها حقها احنا كلنا بنقول لهائيس شكرا على ذلك لانه فعلا ده لانه ده هيعود بالنفع على ايه على الاستقاها في المنزل على زوجها لانها تحس انها حضرتك واخد حقوقها على ولادها هيبتد تغرس فيهم الشخصيتها ويبتدوا حضرتك بتتعلمهم وحضرتك ياخدوا مكان ويبتدوا عندهم شخصية وعندهم حضرتك ينفعوا وطنهم ويبقى مثل مشاهف لمصر بعد كده رئيس كمان بينادي يقول لك ايه بناتي سيدات النيل صانعات السعادة والنماء حضرتك عظيمات مصر انتوا عايزين ايه تاني يعني ما فيش حد الحقيقة يعني يعني الحقيقة رئيس يعني ده الماء في عين هايز كل التحية والاحترام لسيدات مصر هايز ده كلامه طمنوني عليكم عايزين حاجة اما بيقابل حضرتك السيدات في الشهر طمنوني عليكم عايزين حاجة انتم تشهفوني فالستان بيهدوا عليه يقولوله قلبي وهبي بيدعي لك طبعا عايزين ايه اكتر من كده كان زمننا في دنيا تانية كنا زمننا زي الدول التانية فالشعب فعلا الشعب المصري بيحب هايز والحقيقة بيدعيله جائحة كورونا شوفنا حضرتك هايز بيحصن شعبه وبيدعيله علشان حضرتك ربنا يستوها مع انه اتخذ كل اقطع اقاهات في عالم مستوى العالم اتخذت اتخذت في المصر اقاهات اقتصادية لحماية الناس اقاهات حضرتك حضرتك المستشفيات زيادة مستشفيات العزل وزيادة الاسرام حضرتك عمل مستشفى ميدانة معتلاف سرير حضرتك فاكرة في مستشفى العزل اللي جمناها قبل كده اللي كانت في مدين نصر في قاعة المؤتمرات ده حضرتك عمل مصانع حضرتك عشان توفير اللقاح في مصر وابتدى ينتج والنهار ده ولا ابتدوا الناس ياخدوا اللقاح الجديد صينو باك وابتدى حضرتك يتعطى بعدين احنا شفنا في الآخر خالص شفنا مسلسل الاختيار انه حرارك كان مسلسل للقضاء على الإعجاب شفنا سيدة الاولى في ذلك وقالت انه كان فعلا الناس ما شافتش ده بس قالت انا شفته انا شفته وعشته انما الناس ما شافهوش بس دفقيت قيمة الجيش المصري قيمة الجندي المصري ده مهم جدا وقالت احنا بنحب رسوله السلام في المناسبة فقالت لا ما يمثل لك الملد النبي المناسبة دية قالت احنا بنحب رسوله السلام فكل المصريين بيحبوه بيحبو يحتفلو بيوم مولدو بس يا ريت نأخذ من أخلاقه مكاهم الأخلاق احنا قالت حتى احنا قبل كده كنا بنعلمهم مساعدة الكبيرة الكلمة دي حظاك مهمة جدا مساعدة الكبيرة ان حظاك كما تشوف حد كبير ده اللي بيفتقده الشعب دلوقتي بتلاحظ فيه ناس كتير حظاك في اي وسيلة مواصلات في الشاع في اي حتة انه ما يشوف حد كبير وما يساعدوش دي تبقى بتجرح المسلم دو بيبقى بالنسبة له بتبقى حاجة صدمة انه محتاج المساعدة دي فدي من مكان اخلاص بالعمل طولة البال الاخلاق الحميدة بنقول سيدة كل سنة وانت طيبة وبنشكاه على تهنئتها وبنعهدها ان احنا نكون عند حص نظنها وكل سنة وهي طيبة ان شاء الله ونيجي في ثلاثين ستة اللي جاي ان شاء الله ونعيد عليها وهي تعيد علينا وكل عام وانتو طيبين وحضرتك طيب خلينا نشوف مع حضراتكو طيب الفيديو الجاي ونستكمل لقاء الرئيس في ثلاثين ستة شوفنا مع حضراتكو احتفلات ثلاثين ستة ومرور السيد الرئيس بجانب دكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وجنبيه سيد وزير الدفاع على المعدات والالات اللي هتبدأ ان شاء الله تشتغل في تنفيذ موضوع القرى وطبعا الرئيس قال انا مقدرش في لفتة طبعا مهمة جدا مقدرش اعمر حتة او ابني حتة واسيب حتة جنبها تانية مش معقولة مش معمولة او مش ما خدتش نصبها من التطوير لان مش هتحس بمعنى اللي انت عملته دكتور في تلاثين ستة الرئيس اصر ان هو يبدأ مشروع تعمير الريف المصري وتطوير الريف المصري انا بقول عليه هو تعمير اكتر منه تطوير لان زي ما حضرتك قلت ان الريف المصري فعلا النهضة فيه هتتحول مصر وهتنقل مصر نقلة هو حضرك الرئيس عايف كل حاجة في البلد عايف التفصيلات الدقيقة لها فعايف ان حضرك ده ستين في المية من السكان سكنين في المناطق الريف حضرك فتهم كطار التنمية كتير بان سنين حضرك كل مرحلة بتيجي بنخفل حضرك ما بياخدوش حقهم في التطوير فحضرك الريف قال انه لازم ينقل الريف المصري لمصف البلاد المتحدة فقالك ايه تطوير الريف المصري حياة كريمة حياة كريمة لريف المصري انطلاق العمل بحياة كريمة لتطوير 1500 قاية كل سنة لمدة ثلاث سنوات احنا عندنا بعد 1500 قاية غير التوابع بتاعتهم حضرك بتكاليف حوالي 600 مليار جنيه 600 مليار جنيه مصري لتطوير الريف حضرك فهنبتدي في اول مرحلة هنبتدي فيها على طول ان شاء الله ان شاء الله خلال الايام الجاية هيبتدي تدشين ذلك هنشوف كده ملحظات على اللقاء دوت اول حاجة مسيرة الرئيسة انا باعتبر ان حضرك ده عبور بالحضرك بالريف المصري الى الاستفادة من 36 علشان حضرك بيسقط الكلام ده بيسقط مخططات كبيرة المصري حضرك مخططات كبيرة هيبقى اساسها ريف المصري حضرك المراطن في ريف حاسس انه قاعد يتفهق حضرك على المشروعات القومية على الكباهي على الحضرك العاصمة الاداهية فبيقول لك انا فين من ذلك لا انت موجود من ذلك حضرك الطهق بتلسفلك حضرك الميا هتبقى حضرك متوفه وتبقى للمقاييس هتتزبط حضرك القهابة بيزود حضرك لو مفيش هتدخل ولو موجودة هيزود حضرك التغذية بتاعتها بحيث انها هتبقاش حكاية نقطع حت شوية عشان بقية القاية تشتغل لان المحول عايز محول اكبر الكلام ده كله حضرك مع انه موجود بس حضرك هيتنقل هيبقى بصورة تانية خالص هيبتدى حضرك الانترنت والخدمة الانترنت والكلام ده هيبقى متوفف حضرك طب نعمل الكلام ده ونلاقي حضرك البيوت حضرك شكلها مش ملا لا هتتزبط طيب يبتدي المواطن مثلا عايز يزود في المساحة بتاع يبتدي مثلا يعمل على قهد الزهرية لا قال له هتتوسع بعدك ان شاء الله فوق هتبني تلات تدواها هتبني حضرك هتبقى للقاهات بالنسبة التنظيم البناء والكلام ده كل بحيث انه حضرتك بدل مبوض حضرك مساحك بيها في القهد الزهرية يبقى ممنوع البناء في القهد الزهرية ده خطأ مش هيقها ثاني لانه عمل اهضار لحضرك لاثنين مليون فدام او اكتر في خلال الفترة الماضية فده كله حضرتك مهم جدا فحضرك مرور هئيس هئيس الوزر حضرك والسيد وزير الدفاع حضرك على حضرك المعدات بتاعت حضرك التعمير ده معناها ايه معناها معناها مهم جدا معناها انه ده ده بيمثل تحدي كأنه بالضبط حضرك تحدي للقوات المسلحة كأن القوات المسلحة هي حتحيط لانه ده حضرتك لابد ان يتم ذلك طبقا للمعايير طبقا للمواطن المصري للمكانة المواطن المصري عندها هئيس المواطن المصري عندها هئيس ليه مكانة عالية مش هيسمح انه يعيش انه يعيش في بيت غير لائق بيت طب المواطن المصري ممعوش حضرتك فيه خمسمائة الف بيئة نص مليون منزل غير لائق هيتم بنائهم حضرتك على نفقة الدولة مش هنحمل لك حاجة لي حتى هئيس يقال لك طب اعمل ايه عشان اوفق الفلوس دي ما لازم الفلوس دي نشوفها انا وفقت 600 مليار لغاية دلوقت فبيقولك ما معناه انا ما اقدرش اخد من المواطن البسيط حاجة يعني مع التموين مثلا ماينفعش هو هايس قال لك مش هينفع ناخد اي حاجة من الحقوق بتاعت المواطن الدعم موجود العمالة المعاشات اللي بيديها حضرتك للعمالة الغير ثبتة حضرتك هتفضل موجودة حضرتك فيه اي مشكلة هو هو التأمين الصح هيتنفذ كل الحاجات دي حضرتك مشيه بمسارات متوازية مع بعضها هنجيب من اين هايس قصده حاجة تانية قصده ان الناس اللي ما وهاشغل الكلام ما وهاشغل الكلام قال لك احنا فيه حضرتك تمويل خارجي التمويل خارجي ده شفناه في حضرتك ساعة يناير وساعة حضرتك المرادين وشفنا حضرتك الاكل اللي كان بييجي وشفنا حضرتك وشفنا الكلام ده كله الكلام ده كله من من منظمات المجتمع المدني اللي لها تمويل خارجي طب حضرتك انت فين من هذه المشكلة فانت فين من اهلك دلوقتي قال دي مش حقوق انسان ولا مش حقوق انسان حقوق انسان ميت شاب، كهابة، صاف صحي، بياض ومحارة تنظيف للأجهزة كهابائية للمنازل اللي ما فيهاش، رصف طوق، مستشفيات ومداهز، علاج للمرضى هو ده مش حقوق إنسان؟ هو إنسان يلا حقوق إنسان فإحنا حضرتك تهائيس حضرتك وضع هذه المنظمات أمام الشعب دلوقتي إننا أنا كشعب بها بنتكلم، إحنا مش في الحكومة فإحنا بنتكلم بنقول إن إحنا يا منظمات المجتمع المدني إنتي مدعوة للمساهمة في تحيا مصر حشان حضرتك الحاجات دي تتعمل وبتتعمل بنظام معين وحضرتك قال إنزلوا لكها وشوفوا للناس وشوفوا حضرتك الخدمات اللي بتتقدم طيب حضرتك لو لو ما عملتش المنظمات دي وما سمعناش عنها حاجة يبقى حضرتك هتفقد كل مصداقية لها يبقى حضرتك بعد كده ما تيجي تتكلم إحنا عرفنا أنتك بتتكلم إليه أنت حضرتك بتجيب تمويل أجنبي لمخطط أو لجندة خارجية يبقى حضرتك بعد كده ما تقول ليش هذا الكلام ما تقول ليش حرارية إنسان ما تقول ليش حضرتك بالنسبة للحقوق الإنسان لأن حضرتك ساعة أدنى حقوق الإنسان وهي حق المعيشة حضرتك ما ساهمتش في توفيره وهربت منه وعملت نفسك مش عايق حقه حالص وحتى ما جبت ساعته يعني ما شوفناش منظمة مجتمع مدني نزلت مجهود الدولة عندنا في تطوير ريف ما شوفناش هذا الكلام ما قالتش القهابة بقت عاملة زي دلوقتي ما جابتش نماذج من مختلف القوة حضرتك شوفناها كلنا على التلفزيون وشوفناها ما جابتش النماذج دي ما قالتهاش ما نزلتش خبر عنها ما راحوش أشدوا بيها ما قالوش للدولة شقا وإحنا معاكد ما عملوش هذا الكلام ليه؟ لأنه مش ده موضوعهم هم حضرتك بيسعوا بس في هدم الدول وليس تعملها تعملها مش تباحهم هم بس الهدم ما شوفناهمش حضرتك الطفلة اللي كانت حضرتك بينادولها على دموع العضلات دي اللي توفيره 3 مليون دولار وكان مفتوح حساب ليها في البنوك ما شوفناهمش تبهعوا بحاجة ليها ولا قالوا عنها حاجة خالص ولا نزلوا بوسطة حتى على الفيس ولا وجهوا للدول الممولة ليهم قالوا لهم ساعدونا عشان نعالج البنت دي أو شركة فلان أو فعلان ابعتونا حركة دوا ده من بقى لا ده ما يشغلهمش إنما اللي يشغلهم إن احنا نقعد مثلا يشوفوا بلد معينة قوة عظمى عايزة بدايق مصر في حاجة نبتدي إيه؟ نعمل هيجان ونبتدي نطلع تصراحات وساعتها بقى التمويل يزغى والإعلانات المدفوقة الأجل وننشف بها وننزل الأخبار بها ونبتدي نتكلم إنما في وقت ده أما الدولة بتطلب مساهمتهم معاها كأولاد لمصر وإحنا بنقول لهم ما هو إخوتكم من حقوق الإنسان بتاعهم بنوفر لهم إيه؟ مستشفى عشان يتعالجوا اللقاح بي عشان يتعالجوا الدواء حضرتك بنجيب لهم الدواء بتأتيها مليون دولار للطف سهموا معانا في هذا الموضوع؟ لا ده ما يشغلهمش وتحيا مصر هي المسؤولة عن توفيع كل التمويل لذلك فإحنا الحقيقة بنشكى هائيس على تعبه وعلى تحيا مصر وبنشكى كل حد يقدى يتباه على تحيا مصر علشان يبدأ تمشي لإن إنتوا شايفين الفلوس دي بترسم إيه؟ بترسم بسم على وجه المواطن على وجه طفل على وجه حضرتك بيء منزل مش على قد كده بيهدموه بيبنوه بيعملو طهيق بيعملو صحف صحي فربنا يعينه كل سنة وهو طيب وكل سنة وثلاثين ستة بخير ودايما نشوف حماريا مصر وتحيا مصر وكل عاملو التطيبين والجيش المصري بخير الجيش المصري في مواجهاته وبنقول للناس اللي بيجي على مصر بيتهد من عنده ربنا وحضرتك إن شاء الله بيد جنودنا برضو أجلا أم عجلا وما حدش هيقدر ياخد من مية مصر حاجة إلا هيتشال من على وجه الام طيب خليني أسأل حضرتك سؤال ختامي في آخر الحلقة ده عايزة تعليق من حضرتك على زيارة السيد الرئيس والاجتماع السلاسي اللي تم في العراق بين مصر والعراق والأردن الحقيقة بالنسبة للعاق العاق كانت حقيقة حاجة عظيمة كان قابليها هائيس احنا حتى كنونا هادة حتى هننزل حاجات دي على موقع البرنامج على الصفحة بتاعتها فالحقيقة كان جميل جدا أنه سؤال لفتاة قوادية قالت لهائيس إن أنا الهوية بتاعتي قوادية فنعمل إيه في مشكلة الأقراض الحقيقة كان لهائيس جاوبها إجابة بالغة بليغة قال لها إيه؟ قال لها الدولة القوادية دي من سمعين لثمانين سنة وتم تقسيمها بين تركيا والأهاء وسهيا وإيران قال لها إن حضرتك الهوية بتاعتك اللغة بتاعتك هتفضل موجودة اللغة القوادية هتكلمي بيها محدش قال لك حاجة حضرتك العادات بتاعتك والتقاليد هتفضل موجودة ده موجودة عندك قال لك الهوية لا يمكن المساس بها لا يمكن تغييرها لا يمكن تنصها دي موجودة إنما التمن بتاع المشاكل والحهوب وحضرتك النعارات الانفصالية اللي بيعملوها قال لك ده تمنه ضيع مواهد ومقدهات الشعب القوادي لمدة خمس بقالكم خمسين سنة ضاعت والمدة خمسين سنة جاي يعني انتوا عايزين مئة سنة عشان نوصل للعالم دلوقتي قالت ده لو تم توفير ذلك كانت الشعب القرضي حاجة تانية خالص دلوقتي فقال المواطنة هي الأهم الوطن هو الأهم تماسك الوطن هو المهم هويتك احتفظ بها زي ما انت عايزة إنما وطنك هو الأهم إنه ده القفر بتاعك ده الغطاء بتاعك لابد امتمائك لوطنك مش لهويتك صحيح وقال حضرتك أنا ممكن أنا ممكن أجاوب إجابة تانية لإما حضرتك توقيع فيها أقراض فأنا ممكن أجاوب إنه إيه عشان أضايقهم الأوساط اللي بيعملوه فينا الغلب اللي اعنا جايفينه منهم هنا وفي ليبيا وفي الإرهاب والسينة والكلام ده كله انت عارفت قصة توقيع معنا إنما أنا مقداش قال أنا مقداش إن أنا أعمل كده أنا كمسؤول وكهاجل حضرتك مسلم حضرتك زعيم للأمة دي مقداش أقول كده أنا بقول لحضرتك إن أنا مقداش أنصح بخواب الشعوب بضياء السهوات أنا مقداش أنصح بكده فقال لها لابد من احترام القومية بتاعتك من احترام حضرتك العباءة بتاعتك المواطنة بتاعتك هي أهم حاجة وإيه وحضرتك الهوية بتاعتك محدش هيقدر ياخدها إنما ما تضيع عيش وطنك لإن هدم الوطن مش هيتبني تاني وشفنا موقفه مثلا مع المياء الأزيدية اللي حضرتك المشكلة بتاعتها اللي هي ساعة داعش ما دخلت وعلي حصل ليه؟ لأنه برضو حصل فيها إنه ما فيش مواطنة فإحنا هجبتة اللي بنقدمها للعاء لابد من احترام المواطنة علشان يرجع تاني الشعب بنشوف نجاح زيارة الهائيس حضرتك ومهوره في دعاء ده نجحت إزاي؟ معناها إيه؟ بترسل إيه؟ هرسالة بتاعتنا صحيح هرسالة بتاعتنا إنه هائيس المصري قلب أسد ما حدش يقدر في هذا الوقت المحركة يعمل كده هائيس المصري رجل مؤمن ده مهم جدا المخابرات المصرية قضى أدى أدى وقوية حضرتك الجيش المصري قوي إنه حضرتك فات تأمين هو والجيش العائي عايزين نقول الحاجة بعضه إنه نجاح القنب المصرية العائية بتاجع لبعضه هائيس الوزراء العائي السيد مصطفى القازمي إنه كان هائيس المخابرات العائية بقلب أسنين فهو هاجل المخابرات وحضرتك هو محب العائي وعايز وطنه حضرتك عايز نهوض بوطنه فده نجاح للمخابرات العائية بعضه الزيارة دية بنقول لابد من حضرتك حتى الحجل الشعبي عندما عمل المنورة بتاعته الأخيها حضاها لسيد مصطفى القازمي وحضرتك أعلن الإشارة بتاعة البدء بتاعتها وقال إنه لابد إنه كل القوات المسلحة العائية سواء الحج الشعبي وسواء الجيش العائي كلهم تحت عباقة الجيش العائي وقال حضرتك إنه بيشكر فيها الحج الشعبي على إنه تغلب على الإرهام فإحنا بنقول إنه إن شاء الله العائية حيتم إعادة إعماها هيتواجد بيها إن شاء الله قريبا المواطنين المصريين بإذن الله أما هبنا يسهل ونبتدي حضرك إعادة الإعماها هيبتدي حضرك الأول إنه خط البترول وحضرك التبادل الاقتصادي بالمصر والعائي والقاضم هيبتدي خط البترول هيتعامل لمصر وحضرك خط القهابة هيوعى للعائق وهيبتدي إن شاء الله نهضك بيها في العائق بإذن الله تؤتي سماها إن شاء الله قريبا ويتم حضرك ضحض أي عدوان على العائق سواء من إعادة أو من تركيا لابد من حضرك هيرجع تاني وهيعرف قيمة وجود مصر في الدولة دية إن شاء الله لأنه لابد من حماية الأمن القوم العابي مش ممكن إنه إحنا هنسيب أي بلد الخليج خط أحمى وإحنا إن شاء الله محضرك مصر بتدافع عن الخليج وبتقول إن الخليج ده قط أحمى للأمن القوم العابي الحياة دكتور إحنا وقتنا خالص مع حضرتك إحنا كان في سنة طبعا عندنا فيديوهات كتيرة وعندنا أخبار كتيرة خلينا نكملها الحلقة الجاية أستاذ حضرتك بشكر ديفي الكريم والكبير أستاذنا دكتور محمد أبو القاسم مستدى مرادة النساء والتوليد وعليه الوقف ومفوض حمل الدعم مؤسسات الدولة في الفيوم بشكر حضراتكم شكرا جزيلا على المتابعة كمان النهاردة بشكر أمانة مركز أبو نمرس حزب مستقبل وطن بشكر النائب عصام هلال عفيفي عضو مجلس الشيوخ وبشكر النائبة النرمين الغمروي عضو مجلس النواب وبشكر النائب حثام عشور وبشكر طبعا أستاذ محمد سعيد هلال أمين مركز أبو نمرس على الاحتفالية الرائعة اللي أنا النهاردة كان لها شرف إن أنا أقدمها وكمان كانوا بيحتفلوا وبيكرموا الأوائل عشان يزرعوا جواهم حب لوطنهم ويقولوا لهم إن الوطن بيكرم أي طالب وكتهد في أي موقع من الموقع بشكر حضراتكم شكرا جزيلا على المتابعة وخلينا نقول إن في 30 ستة دايما تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر وبنوجه التحية وبنوجه النهاردة من كلام جديد ومني أنا شخصيا ومن ضفنا الكريم الدكتور محمد أبو القاسم تحية للزعيم القائد عبد الفتاح السيسي والسيدة حرمو السيدة نصار السيسي شوفكم على خير الحلقة الجاية بإذن الله